بسم الله والسلام على رسول الله المشتركين جدد نقولكم مرحبا بكم متابعينين كلكم دمتم اوفياء القناة ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بافضل واحسن حال اليوم جبت لكم شربة فريق بيضة وصفة بنينة ياسر تقدرو تحضروها في شهر رمضان المبارك ولا في مناسباتكم نبدأ وعندي حبة بصد متوسطة مع ستة ولا خمسة سنات ثوم رحم صغار مهمش كبار ارحا نحطم في الخلاط الكهربائي وننحيهم مع بعضها بعد ذلك رح نحي ملعقة كبيرة نخليها مع الحمر رح نديرها دي بولات والباقي نصبهم في الطنجر نزيد نضيف معها قطعة من اللحم من الاحسن للحم الغنمي ونزيد لها كذلك ملعقة زبدة او ثمن وش عندكم متوفر ونضيف لها كذلك ملعقة صغيرة ملح ونضيفوا هذه الساشي اللي جي مع جونبو خاصة بالمرق او بالحساء ونضيف لها كذلك ملعقة صغيرة من البهارات الخاصة بالمرق الابيض وشوية فلفل اسود وملعقة صغيرة كصبر او كروية وثوم مجفف هذا هما البحارات ونضيف لكم قد قد كيلو بالملعقة الصغيرة نتع القهوة في حالة ما رح تطيبوا في الطنجرة نتع الفخار هذي بعد ذلك رح نضيف لها الماء ساخن وكنت حطيت فيه زوج ورق رند وضفت له كذلك نصف ملعقة صغيرة رس الحنوت ونزيد نحط فيه باقة صغيرة من كصبر ومعدنوس رح تزيدنا بالنا في هذا الشربة وفي الاخير خلاص رح نزيد ونضيف لها شوية من الحمص اذا عندكم طيب خلوه في الاخير واذا عاد ناقص يعني نصف طياب نضيفوه في اللول باش يطيب مع المرق نروحوا بعد ذلك نحتاجوا كاس صغير انتع الشيء هذا القيس رح نديروه في ريك ولا تقدرو تكيلوه بالملعقة انتع الاكل ديرو ثلاث مغارف نغسلوه ونزيدوه نضيفوه للمرق وكي تشوفو المرق بدا يغلي رح ننقصو النار خلاص ونخلوه يطيب على مهل حتى ساعة وساعة لساعة حركوه وشوفوه بعد ذلك نرجعو للحم المرحي اللي كنت اضفت له ملعقة كبيرة ببصل رح نضيفوه شوية مع دنوس ونزيدو لهم نفس البهارات اللي كنا اضفناهم في المرق ورح نزيدو معاهم زوج ملعق كبار فريك ولكن ارطب شفتو كي تغرب له الفريك نحو الخشين تعتيش الفريك والنحو المتوسط للشربة والارطب هذا كركيك هو اللي اضيفو منو زوج مغارف كبار للحم مرحي وكذلك كينا وصفة اخرى البسكريات اللي معانا يعرفوها اللي هي حسوة فريك كذلك تتحذر بالفريك هذا الارطب نرجعو للوصفة تعنا نخلطو الفيونداشي مليح مع البيض حتى يمتزج ونبدو نشكلو كوريات صغيرة وبعد ما تشوفو اللحم طهب والمرق خسارت شوية رح نضيفو كوريات اللحم ونزيدو ونخلوهم بالتقريب 15 دقيقة اي طيبو وشربة فريك بيضاء طابت وهذا هو القوة متاحة شوفو كيف هجيت شوفو المرق كيف هجي وفي الأخير رح نضيف لهم زوج فلفلات ثقبتهم فقط ونضيفو كذلك نصف حبة عصير ليمون واللي ما يحبش عصير الليمون تقدرو ما نضيفوهش دركة وحطوه طرنش مع طبق متاعكم ورح نطلقو ان شاء الله في صحن التقديم هذي هي شربة فريك شربة بيضاء جات بنينا والريحة نتاحة راهي الكوزيناء ما نحكي لكمش واللي مش متعودين يطيبو شربة بيضاء نقولكم جربوها بهذه الطريقة وتشوفو البنان تاحة رواها نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم ونال رضاكم مبقى لي غرامبولكم السلام عليكم اشتركوا في القناة